الثامن والعشرون من شهر اذار عام الفين وخمسة عشر يوم حطم الثوار رأس حافظ الاسد ومزقوا صور وريثه واعلام البعث حينها تم الاعلان عن تحرير مدينة ادلب كاول محافظة سورية تسيطر عليها قوى الثورة في اطار عملية عسكرية عرفت بغزوة ادلب اربعة ايام من المعارك كانت كافية للفصائل التي توحدت تحت سقف غرفة عمليات جيش الفتح للسيطرة على المدينة بشكل كامل عقب كسر الطوق الامني في اليوم الاول ببسط السيطرة على 12 حاجزا ثم اطباق الحصار على المدينة والتقدم نحو المربع الامني ومنه الى التواغل في كافة احياء المدينة وتحريرها بالكامل من النظام المجرم وحلفائه وبهكذا حققت ثورة نصرا عسكريا بارزا خرجت به ادلب من عباءة الظلم والاستبداد الى النور والحرية وانت ماذا تتذكر من غزوة ادلب في ذكراها السنوية التاسعة